موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من كوشك الصحافة حيث نطالع فيه أهم ما تقوله مواقع الأخبار والصحفة العربية الصادرة لهذا اليوم وقد ركزت المواقع الأخبارية على تطورات الشأن السياسي بعد مغادرة وفد الحكومي أو الوفد الحكومي للكويت حيث تساءل موقع الموقع بوست في صفحته الرئيسية عن مستقبل العمل السياسي بعد ملامح فشل المشاورات ما مستقبل الحل السياسي باليمن بعد تعثر مفاوضات الكويت وينقل الموقع عن المحلل السياسي فؤاد مسعد أنه كلما تعثرت سيغة الحل السياسي في اليمن تصاعدت مؤشرات أخرى مرتبطة بالمواجهات المسلحة بين القوات الشرعية المدعومة بالتحارف العربي والميليشيا الإنقلابية وهما يتوقع حدوثه في حال الإعلان النهائي عن فشل المفاوضات وقال الموقع بوست إن توقيع وفد الحكومة الشرعية على الرؤية المقدمة من المبعوث الأممي مقابل رفض وفد الانقلابين هو ما يعجل أو وهو ما يجعل رعاة المفاوضات مسؤولين عن الضغط على ممثل الانقلاب من أجل التوقيع ويتابع الموقع بوست يرى خبراء أن الكرة باتت في ملعب المجتمع الدولي الذي يعد طرفا رئيسيا في المعادلة اليمنية بما أن يكون جادا للضغط على الانقلابين للوصول إلى طريق سالك لسلام أو أن يبقى على موقفه المتذبذب إلى موقع يمن منتر حيث عنونا أحد تقاريره الخاصة في ذات الموقع وقال الحسم العسكري خيار ما بعد انهيار المشاورات اليمنية وفي التفاصيل وإنه وبعد إعلان الوفد الحكومي اليمني في المشاورات مغادرة الكويت بعد توقيعه الرؤية الأممية للحل تدلف الجمهورية الفقيرة فصلا جديدا تتضاءل معه فرص الحل السلمي وترتفع أسهم الحسم العسكري في ظل تحشيد غير مسبوق من الطرفين وعجزت مشاورات الكويت التي استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر عن الوصول إلى اتفاق أو حتى مجرد تفاهمات فما إن يتم طرح رؤية أممية ترتكز على القرار الأممي الذي يقضي بانسحاب مسلحي الحوثي من المدن وتسليم السلاح وعودة الشرعية حتى يلوح الحوثيون بالرفض معلنين تمسكهم بخيار الشراكة في حكومة وحدة وطنية قبل الشروع في تنفيذ النقاط السابقة لذلك والمتمثلة في الانسحاب وتسليم السلاح قراءة في اتفاق الحوثي وصالح تحت هذا العنوان كتب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أحمد يوسف أحمد مقاله المنشور في صحيفة الاتحاد وقال الكاتب في أجزاء من مقاله أقدم الانقلابيون في اليمن على خطوة جديدة أمعنوا فيها العبث بالشرعية فقد وقع حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه المخلوع صالح اتفاقا مع الحوثيين لتشكيل مجلس أعلى لإدارة البلاد لم نكن بحاجة إلى هذا الاتفاق للتأكد من تواطئ صالح مع الحوثيين في الانقلاب على الشرعية ولكن صالح وزمرته كانوا ينفون هذا التواطئ ويزعمون أن ما حدث كان تطورا طبيعيا لا يد لهم فيه وأن تحالفهم مع الحوثيين إنما كان بهدف الدفاع عن الوطن ضد ما يسمونه العدوان الخارجي وها هو الاتفاق الأخير يؤكد قانونا ما كانت مؤشرات الواقع دامغة على صحته أجمعت كل الأطراف على الانقلابيين وأنصارهم على أن الاتفاق قد مثل ضربة قاصمة لجهود السلام وأنه أصلا يناقض قرار مجلس الأمن رقم 2216 الذي يجين الخطوات الأحادية للحوثيين لعله قد آن الأوان لإحداث نقلة نوعية في النهج التفاوضي لأصحاب الشرعية والواقع أنني لم أكن أتفهم سلوكهم التفاوضي السابق فالمفروض أن يكون الغرض الوحيد من المفاوضات هو تنفيذ القرار 2216 الذي يطالب بالإضافة إلى فرض العقوبات على رموز الحوثيين وصالح وزمرته ومنع توريد السلاح لهم والسماح بتفتيش الشحنات المتجهة إلى اليمن للتأكد من ذلك يطالب كذلك الحوثيين بسحب قواتهم من المناطق التي فرضوا سيطرتهم عليها بما فيها صنعاء وتسليم أسلحة الدولة التي استولوا عليها وكان الحق الوحيد الذي يمكن أن يسمح به للحوثيين وصالح هو تقديم ضمانات لهم للحفاظ على حقهم في أن يبقوا قوة سياسية يمنية تشارك في صناعة مستقبل يمن حسب وزنها السياسي من خلال آلية دموقراطية وفق مخرجات الحوار الوطني اليمني موقع الصهريج نيوز عنون في صفحته الرئيسية ثلاث خطايا للحوثيين في أسبوع تعجل بالانتحار السياسي وقال الموقع منذ بدء الحديث عن إمكانية استئناف المفاوضات في الكويت بشأن التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية بدى جليا أن جماعة الحوثي الإنقلابية لا تأخذ الأمر بجدية بل أنها تأخذ ثلاث خطوات يعتبرها مراقبون ومحللون سياسيون اتجاها نحو الهاوية والانتحار السياسي الخطوة الأولى وفق الصهريج نيوز إن الميليشيا لم تكتفي بتكرار الانتهاكات عبر إطلاق الصواريخ الباليستية على المواقع الحدودية مع السعودية خلال الشهر الماضي لكنهم تمادوا في التصعيد خلال أي أيام الماضية أما الخطوة التالية فقد كانت إعلانهم إنشاء مجلس إدارة اليمن فيما يشبه انتحارا سياسيا ينسف أي مفاوضات يرتقب استئنافها خاصة بعد حديثهم عن تفاصيل تكوين هذا المجلس وهو ما أظهر نيتهم المبيتة نحو إفشال المفاوضات صحيفة المصدر أولاين عنوانت في صفحتها الرئيسية أن الجيش الوطني يحبط محاولة هجوم بزوارق بحرية قبالة ميناء المكلة حيث أورد الموقع أن قوات الجيش الوطني في المكلة عاصمة محافظة حضرموت أحبطت في وقت متأخر من مسائل اثنين هجوما إرهابيا بزوارق بحرية وتابع الموقع حاول مسلحون يرجح انتماؤهم لتنظيم القاعدة مهاجمة ميناء المكلة بقاربين يعتقد أنهما قدما من منطقة شقرة الساحلية بمحافظة أبيان منتصف الليل لكن دوريات بحرية للجيش الوطني والأمن أحبطت الهجوم وتصدت له وقال مسؤول أمني أن قوات الأمن معززة بقوات تابعة للجيش الوطني تصدت في البحر قرب ميناء المكلة لهجوم مباغت واشتباكات مع مسلحين على متن زورقين حاولت تسلل وتفجير قارب في الميناء مشروع سلام في اليمن تحت هذا العلوان أوردت صحيفة البيان افتتاحيتها وقالت الصحيفة رغم أشكال العناد والمراوغة كافة من قبل الإنقلابيين فإن الحل السلمي لا يزال مطروحا ومتاحا ويحتاج فقط إرادة من الطرفين وقد توفرت إرادة الحكومة اليمنية على اتفاق السلام المبدئي الذي طرحته الأمم المتحدة وهذا دليل على أن الحكومة الشرعية والتحالف العربي يسعيان بجدية نحو السلام من أجل إنقاذ اليمن من المستنقع الذي أسقطه فيه الإنقلابيون ومن وراءهم في إيران ولا شك أن رفض ميليشيات الحوتي والمخلوع صالح الاتفاق الأممي المطروح يكشف زيف ادعاءاتهم وتلاعبهم بالعملية السياسية والمماطلة والاستفادة من الوقت لدعم موقفهم الميداني وكذلك في سبيل ترسيخ واقعهم الإنقلابي على الشرعية واستمرارهم في نهب ثروات البلاد يشهد الجميع منذ بداية المساعي للمفاوضات السلمية في الكويت أن التحالف العربي قدم كل الدعم والمساندة لجهود الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق ينهي معاناة الشعب اليمني ولم يفرض أي شروط خاصة ولم يعق المباحثات وصبر كثيرا على عناد ومماطلة ومساومة الإنقلابيين في المباحثات وتركهم لها وعودتهم إليها وتحمل الاستفزازات الميدانية وأفعال الإنقلابيين الخارقة للهدنة وكل هذا من أجل السلام وإعادة الشرعية وإنقاذ الشعب اليمني واليمن من الانهيار المجتمع الدولي عليه مسؤولية كبرى لإنقاذ اليمن من خلال الضغط الفعلي على الإنقلابيين للقبول بالقرارات الدولية ومشروع السلام إلى موقع عدن الغد والذي عنونا في صفحته الرئيسية مقتل طفلين وإصابة الأم والأب بقصف لطيران التحالف استهدف منزلا بأبيان ومن التفاصيل نقرأ دمرت غارة جوية يعتقد أنها تابعة لطيران التحالف العربي منزلا لمواطن بمدرية الوضيع بأبيان وقالت مصادر طبية بمستشفى محنف بلودر لعدن الغد إن طفلين قتلا إثر الغارة الجوية وأصيب الأب ويدعى عبد الله أحمد عبد الله خمسا وثلاثين عاما والأم قبل أحمد علي خمسا وعشرين عاما بجراح بالغة وبحسب السكان فقد استهدفت الغارة الخاطئة مواطن منزل بقرية آل شميل مؤكدين أن المواطن الذي استهدفته الغارة ليس له أي صلة بأي جماعة مسلحة وموقع الوحدوي نت عنوان أيضا برنامج الغداء العالمي يوصل خمسا وخمسين ألف سلة غذاء لمدرية القاهرة بتعز باستخدام شبكة الموردين المحليين حيث قال برنامج الغداء العالمي إنه أوصل نحو خمسا وخمسين ألف سلة غذائية للمدنيين المتضررين في مدرية القاهرة بمدينة تعز خلال شهر يوليو المنصرم باستخدام شبكة الموردين المحليين وأضف في بيان الصحفي صادر عن مكتب البرنامج في عمان إن البرنامج دشن هذه الطريقة المبتكرة لتقديم المساعدات الغذائية مطلع هذا العام في العاصمة صنعاء وتمكن من الوصول إلى أكثر من ستمائة ألف شخص مقارنة بمئة وعشرين ألف شخص فقط خلال فبراير الماضي ويتيح هذا المشروع المعروف باسم قسائم السلع عبر شبكة التجار البرنامج توفير السلع الغذائية للأسر من خلال تجارة تيزئة المحليين الذين تم التعاقد معهم بحيث يتم تقديم المواد الغذائية مقابل هذه القسائم قبل مطالعة أهم ما قالته الصحفة العربية الصادرة لهذا اليوم نذهب إلى فاصل قصير ابقوا معنا نعود الترحيب بكم مشاهدين الكرام وأصحابكم في جولة لاستعراض أهم ما قالته الصحفة العربية الصادرة لهذا اليوم والبداية من الصحفة الكويتية وتحديدا من صحيفة الرأي الكويتية والتي قالت أن الوفد الحكومي اليمني رمى كرة الحل في ملعب جماعة أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام إثر تسليمه المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ودي الشيخ أحمد رسالة خطية تتضمن الموافقة على خارطة طريق الأمم المتحدة وقالت الصحيفة أن الوفد الذي غادر الكويت أعلن موقفين متباينين الأول تمثل بتفاؤل من وزير الخارجي عبد الملك المخلاف حيث قال أن مشاورات السلام لا تزال قائمة ولا نعلقها أو ننهيها ولا نعلقها أو ننهيها مؤكدا أن المشاورات ستنتهي في السابع من غصص الجاري كما هو محدد لها والثاني تعليق مسؤول التواصل بفريق إسناد الوفد الحكومي محمد العمراني والذي قال نحن نغادر لأنه لم يعد هناك أي فائدة من البواحثات وتسأل الصحيفة الكويتية هل أفضت المشاورات اليمنية إلى لا شيء حيث قبل أن نقضي مهلة الأسبوع الممددة والتي كانت بمثابة فرصة أمل لتجديد عامل الثقة بين الأطراف المتحاورة للوصول إلى اتفاق ينهي محنة اليمن السعيد وأهله ما زلنا في الصحافة الكويتية حيث عنونت صحيفة الجريدة الكويتية الوفد الحكومي اليمني سنغادر الكويت لكننا لن ننسحب من المحادثات سنعود ولو بعد الرحيل بساعة واحدة إذا وقعوا الوثيقة الأممية وتقول الصحيفة أن وزير الخارجي اليمني عبد الملك المخلافي قال إن الوفد سيعود في أي وقت ولو بعد الرحيل بساعة واحدة إذا وافق الطرف الآخر على توقيع الوثيقة التي قدمتها الأمم المتحدة وتتابع الصحيفة غادر وفد الحكومة اليمنية الكويت لغياب أي فائدة من المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة مع المتمردين الحوثيين وحلفائهم صحيفة الشرق الأوسط عنونت أيضا في أحد صفحاتها الرئيسية المرأة الوحيدة في المفاوضات تروي للشرق الأوسط أبرز المنعطفات التي خاضتها المحادثات وتقول الشرق الأوسط قبل أن تحزم أمتعتها لتغادر الكويت مع وفد الشرعية الذي سافر ولم ينسحب من المشاورات السياسية اليمنية تؤكد وزيرة الشئون القانونية في الحكومة اليمنية نهال العولقي أن أصعب لحظة مرت بها في المفاوضات التي خاضتها الشرعية مع الانقلاب تمثلت أو تتمثل في اجتماع جنيف 2 المنعقد في ديسمبر من العام الماضي لماذا كانت إجابتها تعبر عن حزن وطن كما تقول الصحيفة بعدما غربلوا البلاد جلسنا معهم في طاولة واحدة كانت هذه من أصعب اللحظات التي مرت علينا في حياتنا وحول موافقة الوفد الحكومي على مشروع الاتفاق الأخير قالت العولقي إنه إثبات منا لجديتنا ورغبتنا الحقيقية في السلام وأنقاذ شعبنا من الموت والجوع وأنهاء معاناة أبنائنا في الداخل والخارج اليمن والانقلاب المزدوج تحت هذا العنوان نشرت صحيفة اليوم السعودية افتتاحيتها عن الحيل التي يحاول المخلوع صالح اللجوء إليها للهروب من الالتزامات الدولية والعقوبات وقالت الصحيفة يقف المخلوع صالح اليوم مع من كان يدعي أنه أعلن عليهم الحرب ستة مرات في صف واحد وفي أبشع سرقة لثورة مواطنهم وأمام الملائي ليتلاعب بمصير هذا الشعب الصابر فيذعين للمحادثات من جهة ويطعنها من الظهر بمجلسه الرئاسي باليد الأخرى مستقلا حرص دول التحالف على عدم الدخول في حرب كلاسيكية لطرده وحلفاءه بالقوة وذلك حقنا لدماء اليمنيين وتجنبا لأضرار الحروب على المدنيين الأبرياء الذين يتخذ منهم المخلوع صالح دروعا بشرية حيث يقتصر جهد التحالف على بعض العمليات الانتقائية منعا لإراقة المزيد من الدماء والاستغل أيضا تخاذل الأمم المتحدة ومنظماته وتعاملها مع الإنقلابيين كما لو كانوا طرفا شرعيا رغم أنهم هم من أخرجهم الشعب بثورته من السلطة من الباب ليعودوا إليه مجددا من النافذة لم يكن خطاب صالح مليئا بالمغالطات وإنما كان هو المغالطات نفسها لأنه أراد أن يربك محادثات الكويت ويفرغها من محتوها بحيث تبقى مجرد لقاءة شكلية لقيمة لها وهذا ما يستلزم إفاقة المجتمع الدولي والتأمل بعمق في المشهد اليمني للانتصار للشعب والشرعية وقطع الطريق على مناورات الميليشيات الإنقلابية التي أصبحت تمارس انقلاباتها بشكل مزدوج في ظل المكايل المزدوجة وحسابات الربح والخسارة للقوى الكبرى صحيفة البيانة الإماراتية تنقل تطورات الأوضاع الميدانية في محافظة تعز وتعنون استعدادات لطرد الحوثيين من حيفان تقول الصحيفة في التفاصيل تتواصل عملية التحشيد والإعداد لمعركة استعداد المناطق التي سيطرت عليها ميليشي الحوثي وصالح قبل أيام في منطقة حيفان بتعز وأكدت مصادر محلية للبيانة وصول تعزيزات كبيرة للجيش الوطني والمقاومة الشعبية إلى حدود مديرية حيفان باتجاه مناطق الحجرية فضلا عن نشر مجامع عسكرية في العديد من المواقع الاستراتيجية اتذلك وسط تحركات كتيفة للقيادات العسكرية والشعبية في المناطق للإشراف على عملية تأمين منطقة الحجرية وخط هيجة العبد المنفذ الأخير للمدينة واستعادة المواقع التي خسرتها المقاومة والجيش خلال الأيام الماضية في جبهة حيفان صحيفة الخليج في أحد عنوينها قالت وزير الأوقاف اليمني الحوثيون يعرقلون الحجيج حيث اتهم وزير الأوقاف اليمني فؤاد الشيخ الحوثيين بتعطيل إجراءات تسجيل الحجاج اليمنيين مشيرا لأن سيطرتهم على البنوك حالت دون إكمال الإجراءات المالية المطلوبة إلى جانب انتهاكهم للطريقة التي يسلكها الحجاج وأضاف الوزير أن الحكومة الشرعية ترفض أي محاولة لتعكير صفو الحج عبر القيام بخطوات لا علاقة لها بالشريعة العظيمة أو بالشعير العظيمة مثل رفع شعارات سياسية أو غيرها وأرجع تأثير تسجيل الحجاج وأرجع تعثر تسجيل الحجاج لموسم هذا العام إلى سيطرة الحوثيين على البنوك المحلية بصنعها وتأخر مؤسسات التطويف اليمنية في القدوم إلى السعودية لبدء عملية التسجيل إضافة إلى الوضاع الأمنية فضلا عن تأخر شركة الخطوط الجوية الناقلة في جدول رحلات الطيران وعن آلية توزيع حصة الحجاج بين المحافظات قال الشيخ يتم توزيعهم حسب التعداد السكاني لكل محافظة لأننا لا ندخل الأوضاع السياسية في الحج وسنقوم بتسجيل المتقدمين وفرزهم ثم الرفع إلى وزارة الحج السعودية لفحص الأسماء وإلى صحيفة العرب الجديد والتي عنونت زواج القاصرات وعمل الأفارقة تحت مجهر منظمات دولية تقول العرب الجديد نظم مكتب المنظمة الدولية للهجرة في صنعه بمناسبة اليوم العالمي لمكافعة الاتجار بالبشر مؤتمرا شارك فيه أكثر من 300 شخص من 12 منظمة دولية وأممية ومحلية عاملة في اليمن في مجال الحماية القانونية والإنسانية وكشف رئيس المؤسسة الوطنية لمكافعة الاتجار بالبشر علي الجعلي أن ظاهرة الاتجار بالبشر في اليمن باتت مشكلة داخل المجتمع اليمني وليست ظاهرة محدودة كما كانت من قبل وأضاف أن أبرز أنشطة الاتجار بالبشر في البلاد تكمن في تهريب الأطفال إلى دول الجوار والزواج السياحي وقال ممثل بعض المنظمات أو ممثلوا بعض المنظمات الدولية أنهم قطعوا أكثر من نصف العمل بتعاون وثيق مع وزارة حقوق الإنسان اليمنية لوضع استراتيجية وطنية حقوقية وإصدار تشريعات وقوانين لمواجهة ظاهرة الاتجار بالبشر وقضية الرقء خلال الربع الأول من عام 2015 لكن أحداث 2014 عملت على إحباط تلك الجهود التي كانت من أبرز إنجازات المنظمات والوزارة رحل حنضله وما زال الحنضل مقيما تحت هذا العنوان كتب حافظ البرغوثي مقاله في صحيفة الخليج عن أشهر رسامي الكاريكاتور العرب وقال الكاتب منذ 29 سنة كان الفنان ناجي العلي يصارع الموتى في مستشفى بالعاصمة البريطانية لندن بعد إطلاق النار عليه في 22 من نيوليو 1987 كأنما الرصاصة الغادرة كانت عنقودية فأصابت كل أحبته ومعجبيه لم تتحدد حتى الآن معالم الجريمة التي غيبت رساما عبقريا إلا لدى المخابرات البريطانية التي تكتمت حتى الآن كان يرسم بالخطوط نبوءات استعان بها البعض حاليا لتوصيف المرحلة المقيتة فهو رسم الواقع الذي كان وتنبأ بما سيكون وصدق حدث الفنان ناجي لا يتكرر المدفع يعوض والمقاتل يعوض أما ناجي فلا يعوض كان ناجي لا يرسم وإنما يكتب فكل رسم له عبارة عن مقال طويل جدا يكاد لا يموت مع مرور الزمن فكان أبو خالد يخلد أفكاره لتعيش من بعده ولهذا ما فتئت صحف ومجلات ومواقع إلكترونية تستعون بإرثه الإبداعي لتوصيف الحالة الرهنة كأنه مقيم بيننا رحل حنظلة والحنظل ما زال مقيما كان ناجي العلي لا يرسم وإنما يكتب فكل رسم له عبارة عن مقال طويل جدا وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة إلى أن نلقاكم نترككم في أمان الله وحفظه نتابع معا مجموعة من رسوم الكاريكاتور نتابع معا مجموعة من رسوم الكاريكاتور تابع معا مجموعة من رسوم الكاريكاتور تابع معا مجموعة من رسوم الكاريكاتور تابع معا مجموعة من رسوم الكاريكاتور